أنا وياك راح نشوف فنانين شباب وراح تقلي مين أفضل والأفضل بينتقل لينافس اللي من بعده لنوصل لأفضل فنان شاب في لبنان وسوريا أول شي مين بتنقى محمد المشذوب ليه هل دي الفقرة هيك عم نتسلى مهضوم يا حلوة بتسلى لزيزي يلا مش مشكل محمد ما أنت يعني يوم جاي تتخنم على العالم شو جاي تضلك كاك حرق لحالك عطيني أول خيار أول خيار محمد مين بتقول مين أفضل نجم شاب بين حسين الدك ووديع الشيخ لا ليشك والله ما بصير يلا يا حبيب يه بكير بعدك بالأول وحيات الله ما بصير اتنين أطلوا رفقاتي كتير رفقاتي أنا ما جاي يا حبيبي مش مدرسة هون لا ما تقول لي أنه من رفقاتي ما ما فيني مع مين تنزل على الفرصة حسين الدك والله ما فيني الاتنين عندهم أصوات حلوة اتنين عندهم أغاني حلوة واحد واحد اختار بالأقدمية يا أخي لأنه وديع ما عنده أغاني بيملكها هو تختار حسين يختار حسين كمان حسين أكيد نجم ووديع نجم مين أفضل حسين دك ولا ناجي الأسطها يا الله ناجي حبيبي هناك حبيبي لا كلهم لغاني على لحظة أنت المحروج أنت المحروج أنت مكسل يمات روعى بيتك أنت تغني أنا حابي أستضيفهم كلهم بس أنا عن نقف أنا يعني ما بغني ماني منافس يعني يعني ناجي إحسين دك أو ناجي الأسطها بسراعة لا actually حسين حسين اديك هلا حسين اديك أو سعد رمضان يا الله سعد 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 رمضان أو نادر لاتات كمان فيه كتير سعد ونادر رفقاتي كتير حبيبي يا الله يعني عم تحط لي أكتر أكتر أشخاص رفقاتك هلا كله رفقاتك حلو كمان الواحد بالحياة ما يطلع برفقات كتير يعرفت كي هلا بين كل رفقاتك هايضل عندك يا واحد يا تنين شحي بالحياة شو ده الإنسان برفقات كتيري خليه شاحل يا خي اخترنا نادر أو سعد بتحب صوت سعد شكلك نادر اه لا وسعد صوته بياخد توقع حلو نادر أو توقع صح نادر أو شادي أسود يا الله بدك يا الله حطها تطلع من عند الرجيم شادي بجره تحية كمان كتير فيه ووجله تحية يا نطار يا شباب بدي وجره تحية يا نطار نادر أو شادي نادر نادر كان صديقي الحقيقي الحقيقي ورفيقي الميبعد عني صار عدوي هلا يلا هلا نادر لا تات أو حسام جنيد أبوطن حبيب ألبي كمان رفيقي كتير أبوطن يعني حسام جنيد اه كامكان هلا حسام جنيد أو منافسة صعبة جوزيف عطيه أوف 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 شكراً لجمهور جوزيف جوزيف كمان بحبه كتير وكمان صديق لإلي بس هلأ إجرام هلأ إجرام حسام جنيد أو آدم يا الله آدم باللون اللي أنا بحبه أنا بعد آدم من أجمل الأصوات بالوطن العربي على الإطلاق آدم 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 مرشح للنهائي آدم أو ما تقل لي محمد المزوق آدم 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 نقيته على حالك أكيد هم تأكيد جيد؟ طبعاً لك أنا ما حطيتك بالآخر مشان ما أعرجك حطيتك بالنص آدم بس أنت صوتك رائع مين أحلى صوته أنت ولا آدم أنا ما بصير أول شغلة أنا أحكي عن حالي وأنا من الأشخاص اللي بس أسمع أنت عفواً أنت من أجمل الأصوات الحمد لله نشكر الله بس آدم 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 أو نصيف زيتون آه آه نصيف صوت وإحساس كتير حلو واختيارات مخيفة يعني عم تحكي نصيف وآدم اتنين نجوم جداً كبار نجوم أصوات كمان نصيف وآدم تخطوا شوي قصة نجوم الشباب صاروا شي تقيل بصراحة وزن شو؟ آآ يلي أنا بمسني أكتر كمحمد آدم آآ آآ ليك آآ آآ شوشي شو؟ لا لا خلاص تماماً فضل شوية فضل الفون بوك طبعاً شوية فضل في عندك أرامز اجتمعية صار انتبه بديقلك شي بديقلك شي اليوم نجاح عم نحكي فان مش شقة خليني قللك اليوم نجاح نصيف ما شاء الله عليه بيشرف كل سوري طبعاً طبعاً واختيارات واغاني وستايل ومهضوم بس أنا آدم بعده من أجمل الأصوات على الإطلاق بكل العالم انت منيح اللي اشتركت بـ X Factor مش بـ Sera Academy انت كتير عندك يا نصيف كتير حلو بس يا آدم طب ما في نزعة لحدة مني هلا آدم أو هون المصيبة محمد عساف آه محمد عساف صوت كمان حلو آدم آدم حلوة هلا نهائي آدم أو بس ما تقللي بس ما تقللي بس ما تقللي ببالي أدهم نابلسي أنا خايف من حدا بس مين أدهم أغاني واختيارات حلوة ليك صوت آدم أحلى يعني آدم عندك آدم عندك آدم لكن بحلك شعلي انت ميمي كتخيب انه من الحمزين بس عنه من الحمزين نحن عدينه أكبر يعني عدينه أكبر منكم طبعاً أكيد أعرفت كيف أكبر منكم بالعمر وأكبر منكم بالأقدم يعني أعدم أعدم طيب إذا عدتلك أعدم أو ملحم زين هادي مشكلة كبيرة بالنسبة لألك اي مشكلة كبيرة كتير شو؟ ما فيني أقول طبعاً يعني أنا ما فيني أقول لأنه أنا قول بحكي عن ملحم زين قول قول أيوة قول 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 يلا شو مخص ليك ما تجيب أنا بس كان بدي أرس مخص أعدم أو ملحم زين جاد لا خلينا شو؟ أعدم أو أخوة عم بمزح أعدم أو ملحم زين أعدم لون وملحم لون أنت بتعرف أي عبيلك أي لون عبيلك ما لون علاقة ببعض شو خص؟ إذا عدتلك في حفلة لأدم في حفلة لملحم زين وين بتروح؟ شو بتحضر؟ شو عبيلك بتحضر اليوم؟ رطيف آدم بيزعل يعني بكتعي ملحم زين ملحم زين آآ ملحم زين ملحم زين ملحم زين وآدم هن أحلى صوتين عندي بايدواي بما أنك نقات لأ نقات ملحم زين غنيلي لآدم يلا أوكي فقد محلي إذا بطري فقدر فقدر طبعا لأنه هس حالي أخطع الكسو لا لا يلازم منك أعرفنا